بدأت 150 درهم الشهر ماذا حال؟ 150 درهم الشهر الأسعار في وصلت كنت أخذ كارتونة زيت 150 درهم دابا وصلت كلت 150 درهم مئتين درهم أخوتي السلام عليكم ومرحبا بيكون معي من جديد في حلقة جديدة مرنامج يومية مقاول نعم نقول عليكم رمضان مبارك سعيد صحاف طوركم اللي غدي تفرش فيها من مور هالفطور والله يتقبل منا الصيام والصلاة ان شاء الله حلقة زوينا ضيف لوز تبارك الله ما شاء الله حلقة كتهمكم وكتهم الشباب اليوم اللي بغدي حل مشروع ديال تبقالت او لا غدي نسميه احنا اتولي ملحانوت اليوم في الحلقة هادي غدي نصادفه واحد السيد اللي عمر هادار هو عضو في واحد اللجنة ديال تبقالت من دين دار بيضاء وخصوصا في الرحمة اللي ما كيعاش في الرحمة في واحد المنطقة في الدار البيضاء غدي نعرفوا اليوم شنو هي هاد الميهنة هادي شحال كنربحو منها وكيفاش غدي نديرو هاد المشروع ديالنا خليكم معنا السي علي مرحبا بك معايا اليوم في البرنامج ديالي وميات مقاويل بارك الله عليك اخويا الله يبارك فيك اخويا بارك الله فيك اخ منصيف البرنامج ديالك ونتمنى ان شاء الله رمضان كريم الامة الاسلامية والمغاربة جميعا ومالي اللحوانت في مكانهم يعني البقالة المغاربة هينما كانوا ونتمنى ان شاء الله هاد العواج ستدوز بخير وسهلا ان شاء الله بإذن الله الله يحفظك السي علي شكرا بزاف انك تجي عندي في البرنامج وانت عرفتي هاد البرنامج راني ذويت معاك شوية قبل ما قبل ما نبدأو هاد الحلقة هادي على انه سميته يوميات مقاويل برنامج كي قيس بزاف ديال الشباب دياليوم كي قيس واحد الفئة اللي تالفة شي شوية بغى تدير بزاف ديال المشاريع ومعارفاش من خلال هاد البرنامج هذا قررت انني نتقرر بزاف من المهن اللي كنعيشوها ولي كنقيسوها ولي ضايرين بينا بما فيهم اليوم مهنة ديال ملحانود هادش اللي كي يتقال حنا عنا هنا يا ف ياك في الداخل كي كي قولو وفي طانجا وفي النواحي ديال الشماش كي قولو بقال تبقال اخويا علي بغيت انتقرب منك اكتر وتعاود لي قبل ما تعاود لي على انك انت بقال وندخلوش شوية في صاميم الموضوع عاود لي على شكونا هو السي علي شوكري السي علي شوكري بقال يعني مول الحانود مزداد منطقة سوس نبومة كتعارفوا كاملين يعني المقالة ورجميع مولي للحواند يعني الاصل ديالن من نواحي ديالسوس يعني كلهم تيكونوا من هديك نواحي من هديك نواحي أغلبية 90% نقوله نحن نسعين في المية نسعين في المية كلهم من من منطقة سوس أه يعني 35 سنة تبارك الله والأب يعني عندي ثلاثة الولاد الله يخليهم وامين وكني يعني نتمي لهذا التجارة هدي يعني من صغري يعني من عندي عشرة سنوات وأنا خرج من يعني من الابتدائي الرابع ابتدائي خرجتي في الابتدائي ولا حتى وصلت للتناوي لا الاعدادي مش التناوي الاعدادي ابتدائي مش ابتدائي الرابع الرابع خرجت من الرابع ابتدائي يعني انضمت لهذا المهنة كنت دوروا في عائلية الوليد توفة ما كانش يعني كنت غير الوليدة يعني هاجرت كيف يعني مولي الحوالت كاملين يعني من المنطقة دي تارودانت الدربة اشتغلت يعني يعني كعشرة سنوات يعني تكرفصنا عند الناس وخدمنا خدمتي عند الناس ومتى صغير ولكن ما كينش يعني ما عنديش البديل في باما ما كينش اللي غادي الوالد توفة ما تخطيش الوالدة توفر لك جميع ذلك الشي اللي كخص ولو يعني كتقاتلوا وإنما يعني دراري كاملين متشفتي هاد المهنة هادي عاطية شي شوية ذك شي علش مشيتي في التوجيه ديالها مشيتي هاد الخاصية هادي شفتي بأنه تبقلت خدامة ولقل هالك شي واحد لا خدامة ولكن كنشوف ذك الجيل يعني اللي ضايرة بيا كاملين كلهم توجهوا لها التجارة يعني قليل يعني اللي ميسور وخدام يعني وكي يقرأ هما اللي مانضموش لهاد التجارة ولكن ربما كتعرف عائلة ديالنا كلهم كل واحد وكي يجيب عائلته كتخدم معاه وفعلا هاد الشي اللي ترى طلعنا الدار بيدا خدمنا وتكفسنا عند الناس وتقتلنا يعني على هاد البيع وشترا وكي عارف هاد البيع وشترا يعني هاد التجارة ها هي الرسول والصبياء صلى الله عليه وسلم على التجارة يعني علموا أولادكم التجارة ولا تعلموهم ولا تعلموهم الإجارة في 98 كم بقلك هي أول مرة غادين حتى يعني رجلي في هاد المهنة يعني غادين ندخل لها وغادين خصني نتعلمها وخصني يعني نكون بحل يعني دالي الشلوح اللي جاي منه يعني منه واحد أقادير ووسوس عامة بديت خدام وصبر أي حاجة يعني كان فيه ستا ونصد صباح وكان عسلت ناشت الليل يعني يوميين وكان حفظ الأتمينة وكان عقل على الكليان وكان عقل على إنسان وكي يأدخل الكليان وكان عارفوش هيش كيف يخطم يعني هاد هيى البداية ديالي فهات التجارة وهاتّ شي خدمتي كنت يخدام عند شي واحد ولا راك ابيديتي التجارة بوحديتك كنت عرّبية الحل مستعميم بديت يعني عند العائلة بديت معاهم كنت تعلم يعني بديت معاهم كنت تعلم وصبر على أي حاجة ، صبر لها حيث عنش حيث بغيت يعني تعلم هاد الحرفời يعني رأسي صافي يقول لي هذه الحرفة خلصك تعلم نضيها صافي خلصي نضيها صافي تشي واحد ما بقاش يعني ما يتحكمش ما زال فيها ولا يقول لي هادي دير هادي ولا ما دير هادي يعني دخلت لي ها يعني ولله الحمد ضربت فيها عام تقريبا واللي تعارفها كاملا يعني ما كيش هذا درس هذا درس زوين لأنه طيحتي كنقوله حنا كتطيح كواريك شي شوية وكتصغر رأسك وكتقول ما زال قدامي الوقت أنني ندير المشروع ديالي ولكن ضروري ومن لازم عليا أنني نتعلم ونصبر ولو تنتصخر الناس كتك تصخر فعلا فعلا أخي منصيف كنت كان تصخر أي حاجة البوطة أي واحد خاصة البوطة خاصة نزون ديون طلعتها لكاتر يام ما كنش المشكل ورغم ديالي واخا صغير يعني 11 عام باقي صغير ما كنخدش عن البوطة وإنما دروري خاصة نوصل وحد الهدف وهو خاصة نكون ورق عارف العائلة الوليد ما كانش كنغال والداء والخوتات يعني بقي عندي ساعة ثلاثة الاخوتات بقي ممزوجينش يعني خاصة ندير الجهد ديالي باش يعني نصوفي عائلتي ونصوفي الوليدة ديالي ما شاء الله ما شاء الله بغيت نصولك أخويا عالي ما باللوقيت اللي حسيت براسك صفي مترزيتي هاد الدومين هادا هاد الميهنة هادا وقررتي وحد النهار انك غادي تولي تنتبقال مستقلا غايتبع معايا غادي معايا نعم بغضي شحال خدتلك ديالي وقت خدتلي ديالي وقت تقريبا واحد خمس سنين خمس سنين خمس سنين ما كانش غادي ما كانش يعني عفوان ما كانش غادي تستغل كامل هاد المده ولكن الوليدة كانت تخاف عليها الوليدة كانت تقول لي لا كان العائلة يعني ما كان خلصوش بشي تامان لي هو اسميتو ولكن الوليدة خاصة نتبع اسميتو ديالي كانت تقول لك لا ما تمشيش تخدم معايا الناس راضي تكرفس كتر من ولكن بديت بمية وخمس سنين درهم الشهر شحال مية وخمس سنين درهم الشهر كلتالاف ريال كلتالاف ريال بديت معايا يعني ضربت معايا منين تحاسبت معايا هجال عيد الكبير خس سنين سافر خس سنين سافر اش بد الف وخمس سمية درهم اعطاها لي قتلي هادي ديالة قتلي هادي ديالة قال لي ديالك شي كتسع قتلي واش ديال عام كامل قال لي ديال عم حي دافئه شهرين ديال شهرين ديال يعني ديال تدريب بش كتتعلم يعني حي دك شهرين خلصني في عشر سهور خلصني في عشر سهور يعني الف وخمسمية درهم اللي خديت ومشيت ورغم ذلك قلت الوالدة ما غادش نرجع عند هاته السيد وهادي وهادي قلت لي يلا صبر هذك العائلة وهادي وهادي وبقيت غادي خدام يعني جاء عام تاني جاء عام تاني يعني زاد زادني في الثامن وصلت معاها أرجعتي عنده هو نيت هذك سي كتقول لي هذك سي هو اللي خستك تخدم معا دربت معاها خمس سنين تصورتها خمس سنين هذة خمس سنين كامل دربتها عنده من مية وخمسين درهم تل ثمانمائية درهم العام اللي خرجت عنده خلصني بثمانمائية درهم 16 فريان 16 فريان منك ما كينش اللاروبو ما كينش يعني شين نهار غادي كيجي عندك خمسيام خمسيام اللي عندك في عيد كبير كنتمشي معاه كتعيد خمسيام كترجع وتنين المحل من 6 ونص 13 الليل 6 ونص 12 الليل يعني في البداية ديالي كنت تقريبا 1-4 شهور ولا 5 شهور كنت نحفظ الأتميناء شي حاجة ما عارفه ما كنسولوش كنقيد في الواقع وكنخشيهم في جيبي الورق فيما يسولون شي واحد ما نقدرش نمشي نسولون ونقول لي فلان شهور يزور فيها قدر فيمتي كنتمشي بدل الورقة كنعرف هذه السلعة شهور وش كون هي الشركة وكتي كتعرفتها ش كون هي الشركة اللي كتليفري اللي كتجيب لي السلعة يعني ما لدي السلعة كامر اللي كنعرف ما تصورت مول الخبز كيجي في العشية فش كيحط لك نصف صباح وكيحط لك خبز ما كنتش ما كنقيده في الورقة كنجي كتأك توقف هو كيبدي تحسما مش حال جاب معه العشرة شحال جاب معه ثلاثة كان قولي ذاك شي كله مالأقعام يعني ما كنش الغلق مالأك شكرا كان قلي يعني كان هذه السيد أخذ تأدي خذك يعني السيد تبارك الله ركي عقل بغي يدينك يعني بغي يديني لنخدم معك يعني 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 ما كنقيدش كنعرفش حال حط الساعة المكان فينيا كندخلها الدماغ ديني في العشية كنقولي التارش سيت حال حط السيت حال حكت قولينا ثلاثة في المحل في المكة تكون شي حاجة كخصوش تاشر معايا كيقولي واش في العشية كيتيق بيها حيث كان عرفه كنقولي شي حاجة كشي مضبوط كشي مضبوط ذبت معاه خمس سنين مرمونا خمس سنين مشيت يعني بغيت ندير شي حاجة ذا الرأسي ولكن ما عندي شي رأس للمحل مرقيتش رأس للمحل مرقيتش رأس للمحل مشيت عند واحد السيد يعني من العائلة تهوي اني بعيد شوية مشيت معا قلت له ديالة بغيت نشت صافي هنا بديتي كتفكر أنك تخرج يعني صافي خرشت آه خرشت صافي وفين ساكل وهو ساكل عند أختي كان أختي هنا فكت تواجد بالضار بيدا هي لكن كان مشي عندها منين قررت صافي عنين ديالة مشيت عند السيد من العائلة قلت له ديالة شنو كان شنو قل لي ايش حال غادي يخصك يعني ديال الفلوس من المواد الغذائية مشيت يعني بائع المواد الحالب ومشتقاته يعني محلبة مشيت المحلبة يعني فالفين وخمسة مشيت لحيت المحلبة وخذيت الفلوس عند السيد قال لي ايش حال غادي يخصك قلت له يعني 25.000 درهم ماتلا 25.000 درهم اللي خذيت عنده قال لي يخصني شي ورقة بش أنه ورقة عطيت هالك مشيت درت له اعتراف بالدين هذيك الورقة 25.000 درهم هي اللي فاش نطلقت خذيت وانت مين خذيتي هذ القرار كنتي واتق من نفسك أنك غادي ترد هذيك 25.000 درهم وأنك غادي تخدم وانا اللي شرطت عليه بأن هذه الورقة خصني نديرها أنا وياك باش تا هو يكون يعني مرتاح هذيك الورقة باش يعرف باش يعرفني كعرف الموت والزمان هذي ما تعرفها شنو كي يوقع باش يعرفني راسل لي هذي 25.000 درهم هذي 25.000 درهم مشيت قلة بتاع المحل لقيت المحل يعني المحل مجهز بالمطاريان ديلو كريته عند السيد بربعة لها في درهم بديت جبت السلعة يعني هذيك 25.000 درهم كافياني فيها شرط سبيق وفيها المسائل وضبط على دليل كأخويا عالي وضروري أننا نشيروا لهذا الموضوع هذا بالنسبة لحث موضوعنا هو اليوم تبقلت ماشي هو المحلابة المحلابة ربما غادي نتكلموا عليها من بعد ولكن ضروري أننا نعرفوا بعض المفاهيم اليوم بغيتين تتحل المحل لا محلابة ولا تبقلت الموقع احنا كنعرفوه أنه مميم بزاف والثمان ديال الكرة كيكون ان فونكسيون من الموقع دياله إذا كان الموقع مزيان ركيكون مرتافع ثمان ديال الكرة وإذا كان موقع شوية ماشي مزيان ركيكون ثمان ديال الكرة رخيص هنا شنو كتنصح الناس اليوم دابا اليوم مثلا اللي غادي بدا هذا المشروع هذا واش يريسكي يغامر كي خليتين تاية تاخد كرب ربعا اولى في درهم ما انت R&A اله � Switch او لا تضمس الواحد لمحال دا الى الัفين درهم ست Veronica شنوتت نصحهم ديالك كم تنصحمه موكا يبدأ دعـر مهم يدعب واحد demi 50 Representative ليا نضغ coming to you و25 لِه رأس الملاح يدعب 25% يدعب رأس الملاح يننخ خمسة وعشرين اللي بقات خلص تكون انت حاضر يعني مقابل المهارات الشخصية خلص يكون ذاك الانسان اللي وراه الكنطور احنا كنعرفوه البقال اليوم وانتا قدي تصلح لي هاد المفهوم ديالي البقال ما كنشوفوهش كتهاجير احنا كنشوفوه كفرض من الاسرة طبعا طبعا لحال لانه العائلات انت في ذاك الحومة وراك يكونوا العائلات تما يفادك المجمعات السكانية وكل واحد وكتعرف الاسرار دياله وكتعرف الخبايا ديال ذاك العائلة كتخلق واحد الجو عائلي مع كل دار يعني كتقول لي محبة عن الناس كاملين ما كيتعلم سمدراسة لا كيتعلم سمور الكنطور مور الكنطور رغم دراسة مور الكنطور حاليا رغم دراسة واللي عنده فلسه يناديه يجيه للتجارة يعرفش التعامل التعامل، يعني الحرفة يعني الليمورة والكنتوار ما غداش يزددد يعني طرور هذا واحد الوقت غد يوقف كما قلت يعني كما قلت لك غاص المال ويعني والحضور ديالك الحضور ديالك في المحال يعني كيلعب 25 في مهم هده هما هده هما اللي خصكت يعني حاليا اللي خص يكونوا عندك يعني كبقاء كتاجر كملحانوت يعني خص تكون مزيان مع موالي السلعة مع السلطات مع لماذا السلطات؟ يعني تكون عندك جميع تسميتوا في المحال ديال يكون المحال نقي يكون يعني عندك المسائل ديال دك حقوق المستهلك خصوم يجي ويلقاه وكل شيء نقي وكل شيء منضابط ومحتار من الأتمينة ومحتار من كل شيء يعني تكون دير الأتمينة اللائحة ديالأتمينة بمراش تهنيت هده اليمة قبل رمضان وشن وقع في الأتمينة يعني خص تدير تشهير بالأتمينة والتجارة راح حرة كين شحامل واحد كي يعرف كي يقول لك لا خص أن يبيع فقد أخذ التجارة عندك حرة ولكن شحامل ما بويت يتبيع خص تعلق هالي يتم ما بويت يتبيع هده 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 ملحانوت يعني منه يعني ملحانوت من الصباح هو يشوف طبيب نفسي وحد يجي يشكي عليه وحد يقول لله يحب بكاكة السارة و تحطها يجي والدي يخدها وحد يقول لك وحد يرد لي وحد يحطه يقول لك وحد يقول لك سرط لي وحد يقول لك أخي شحال في الساعة كل واحد وكيفة عجيب اللي مدوز 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 الساعة لي دفع أنا غدي نسوي لك لأن هون المشاهدي اليوم و الناس اللي متبعيننا بغين يعرفوا هده المهنة ديالك ونتقربوا لها أكتر لا من الجانب المادية ديالها ولا من الجانب ديالك يفدوين أقبيل على المهارات الشخصية ولا بزاف ديال الحويش داب هد الموضوع ديالك قالت اللي هو خاص يكون عندنا واحد المحل تجاري داكو ويكون سفلي بيانسوغ على الشارع أو لا أو لا يكون في شي قيصارية وخاص يكون فيه مواد غدائية ومواد أخرى شحال ديال الفلوس سيخصنا باش نعمروا واحد المحل ديال مثلا نقولوا احنا يا واحد ثلاثين متر كعري ثلاثين متر هي بالنسبة للرص المال لحسب الموقع ولحسب المحل حين تكييننا يعني ماكسلمون يعني بالنسبة لهد الدومين ديالك قالت يعني خدسك يعني مئتر في درهم الفق عشرات المليون عشرات المليون عشرات المليون لبما كانت قبل كانت ستة كانت خمسة كانت كفيك ودباركو انتم عارفين ديال تضخم وديال يعني الأسعار فين وصلات كنتك ناخدوا كارتونة تزيت بمية وخمسين درهم دبا وصلت كلت مية وخمسين درهم مئتين درهم مئتين درهم ديت تسدت في كارتونة كانت عندك مثلا واحد مئت الف درهم في المحل دبا ما مابقتش عندك مئتين فدرهم بولت عندك غير خمسين درهم ستين درهم يعني من وراء كورونا يعني الرأس المارخ سيكون ابتداء من مئت الف درهم ياللي بشغلت بدا المشروع ديالك بنسبة للمواد الغيدائية مئت الف درهم مئت الف درهم مئت الف درهم غير سلعة غير سلعة ماشي الكرا لا ماشي القارنطي ديال الكرا و الجهيزات ديال المحال ودك شيء هذي غير سلعة هذي عشرات المليون سلعة هذي عشرات المليون ديال السلعة يعني باش ما تقولش فيها ما كينش باش ما يجيش يعني الزبون يقول لك وحدي الحاجة تقول لي ما كينش يعني عشرات المليون يعني تكفيك تجيب شوية 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 من حاجة يعني مغطرة تتاوحد قضية ديال المحل محل بوحده يعني بتسبيق ديالو يعني بالإصلاحات يعني كل كي يكري محل مجهز 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 الكونطوار وهدك تجيرات ديالو بالتلاجة بالميزان يعني بالمسائل ديالو كاملة اللوجيستيكية من ديال المحل يعني كي يكري بيه وكين اللي كي يدير يعني اللي كي يكري محل يعني ما مجهز وعاد خصوه هو يجهز عاد خصوه تسهيز عاد خصوه ولكن قلال للناس اللي كي يكريوا محل يعني ما مجهز بالنسبة لحنا دبعنا أغلبية كينديرو غير كونترة ديالتسير عقد دسير عقد دسير عقد دسير وكتخلص المسائل ذلك وكتبدأ تخدم يعني 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 100.000 درم يعني يعني يقصلك ببتداء من 100.000 درم سمح لي عندي سؤال أخر مرحبا كينين بعد الشركة اليوم اللي كي ليفري والحليب والموناضة وهذا الشي هذا لدى يعني اللي ذكر الأسماء هم تيجيبوا لك تلاجات مش حال من بقال اليوم كتدخل عنده كتلقى عنده على الأقل واحد جوج ولا ثلاثة دلتلاجات واش هاد شي أوتوماتيك ولا لا يعني 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 نحط لك تلاجة ولا كتحط شي غارانتي بالنسبة للأخ مونصيف بالنسبة لهذا الموضوع تلاجات يعني الشركات أنا ما كنصحش بهم أصلا التجار كبقارة كي يجيب لك تلاجة تلاجة بعدها أصلا كتشد واحد المساحة في المحل وكي اللي عنده يعني الضيق في المحل دياله وكي شرطوه عليك يعني 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 هدي حى أصلا كتنا كتن بشي وكتحطا بأنه باش بقى محافظ عليها باش بقى مستفهات حط فيها البردوية ديالهم فقط ماتحطش فيها شاركة أخرى شاركة أخرى ها عشان من مرة تلاجة ديال الموناضة فيها الزبدة فيها الحليب فيها هذا الأول اللي كان عاني منها من هاد الشركات يعني تلاجة يجيبولك تلاجة وكيفرضوا عليك هاد هاد القوانين كاملة هذا هو اللي كيخلينا دائما يعني في المجموعات الواتسابية دائما كيكونوا مواضيع ديال هاتشي يعني البقاء المخصوش مخصوش إيش الدلاجة ديال ديال شركة بالأحسن يمشي يصيب دياله ويحطها ويتحكم فيها كما بغض كيف القانون ديال هاد البرنامج هدا يومية المقاول هو أننا نحفزو الناس نحفزو الشباب اليوم مشيغي الشباب أنا ميكان دوي على الشباب راه ناس كبار وصغار راحنا الشاب تيكون فعقلو مشي في السن هاد المشروع هاد وش مربح ولمشي مربحة عالي بالنسبة للمشروع مربح ولكن دابا كين يعني كين المنافسة المنافسة كين الأسواق الكبرى يعني بالنسبة للملحنت كين الأسواق الكبرى كانوا خارج المدينة دامولينا كنشوفهم في الأزقة حدايا يعني كنت حال هادي يعني كتخصتكو عندكو واحد المسافة باش غادي يجي هاد السوق باش يكري باش يكري فيها دابا اولاو كنشوفوا غير مئة متر ومئة ستين متر ومئة ومئة واربعين كيجو كيكري وحداك يعني شفنا يعني الشركات تهوما اولاو كيديرو هاد التجارة الإلكترونية تهيئة يعني جاية لنا بدات يعني تقريبا هاد كي ما كيتحركوش من دار كيكومون ديو من من لابليكاسيون تيوصلهم كي فعلا وكي يعني بزاف ديال الحواج اللي جاي لنا مضرن دون كي الخطر اليوم على البقال كي الخطر على البقال دابا ولينا يعني لكي الأرباح وربما الشركات اليوم لكي تقريبكم السلعة مبقتش كتشوف فيكم دك الشوفة ديال تيقة ودك الشوفة ديال أنه بقال غدي يجيب شيفر ولو كي يشوفوكم بحل صغيرين فعلا الشركات كلهم كيشوفونا ش كي يسميونا ما كيسميونا شتى يعني كالتجار ولا كالزبان كي يسمونا نقاط لبيع نقاط لبيع كي يسميونا نقاط كي يسميونا نقاط لبيعنا خمسين نقطة في المكان فلاني يعني بسبعين نقطة هنا ما كيسميونا شتى السمية ديالنا يعني كتاجر أو لكبقال هذه التاهية يعني شوية كتدرنا يعني الشركة نتمنى وإن شاء الله الشركة يسميوه بأسماء ديالنا يعني كل محل فيه يعني الرقم ديال هذا القود بار ديال الشركة لحالة كتلقى واحدة البلاصة شدينها لحالة كودة ديال الشركة هي وإي شركة تجيوه دكلي بريفوندور كي يحطون كودبار ديالهم في الدخلة ديال الحانوت ديال يعني هذا هو اللي يعني الشركة تاومة ولو الأرباح ديالنا يعني تنقص يعني من كورونا يعني تتبدل وليني الله ملك الحمد نقوله بأنه اليوم بقال كي يصور رزقه عيش بخير حيط كنشوف أنا بعض البقالة الحمدول إلى اليوم دار الحانوت اللولى ودي الحانوت الثانية وش رادار وعيش مزيان كين هات الشي هذا؟ فعلا فعلا كين ولكين قليل واحدة نسبة قليلة وبالنسبة يعني نرجع لك يعني الثمانينات والتسعينات إما من بدأت ألفين والتجارة واللات كتجمع رأسها شوية حي دخلت هات الشي ديال التطور يعني التطور تبدل يعني التجارة خصك تمسي بقى غادي مع التطور يعني التجارة دي لك عارف كما قد تلك دابات التجارة الكترونية كين الأسواق الكبرى كين يعني هات اللي زمبليكاسيون اللي اللي واللوتة ومدبة يعني خدامين كين يعني يسحب الهرية ما كانش عندهم تقصيد ولو تهما كيدروا التقصيد يعني يعني اللي بقى جاي لها جاي لها يعني الخطر ورغم ذلك الحمد لله كين البركة اللهم لك الحرفة هي اللي مزينة فيها هي البركة يعني وخل إنسان عنده الدار عنده ولدات عنده المصروف عنده عنده ولكن ماشي كين ما كانش حال هذه أو لا يعني الخطر جاي للبقى جاي للبقى الله يعطيك الصحاب سؤال آخر كنت غادي نسولك عليه وهو اليوم كيكديروا مع هاد الأزمة شي شوية الاقتصادية ديال الناس ما بقاتش عندها المداخيل بزاف بزاف دلأوصار اليوم تياخدوا من عند البقال بالكريدي تيكريدي لهم دير لهم الكارني هاد شي وش كيأتر شي شوية على على المصاريف ديال البقال أو لا؟ فعلان فعلان حيث ما البقال تهوار ماشي ماشي عنده يعني أوزين ولا عنده يعني يعني ذاك شي ديال اليومي اللي كيتقداه اليوم كيبيعه غدا اللي كيتقداه غدا كيبيعه بعض غدا هاد هو الي باش غادي البقال ما عنده شي راس المال أو لا عنده شي بشي بلاصة أو لا يعني خده من هادك الحانوت خده من هادك الحانوت يعني كيشد اليوم السلعة رغي بيع غدا غدا كيجي عالتان عنده مول ساعة خصو يقيل ليح سلعة خدجي لغد لي هاد هو الي هاد هو الي كيما بالنسبة للبقال كيما قلت لك دائما كي يعاني من هاد من هاد الأسمية من الكريدي بالنسبة للكريدي الكريدي كريدي وعد عشرات الناس تعول شهر واحد غادي يخرج لك من جنب عنده County غادي يخرج لك حيث علاش ماكينش الزمانات ماكينش حاجة ك بكل وضوح، وبكل شافة فيها، بقال شنو تيبقى ليه في نهار؟ أولى في شهر دياله؟ الأخ منصف بنسبة اللي بقال، يعني الأرباح الحمد لله، كين البركة الأرباح دابا حالياً في هذا العصر اللي إحنا عايشين فيه وهو إذا بغيت ترباح كتب، خاصة كشبون عندك تتولي تشريش تلعب بالكترة باش كتتقام عليك رخيصة دير ستوك دير ستوك، خاصة يكون عندك ستوك، ومن يكون عندك ستوك، خاصة يكون عندك ستوك، خاصة يكون عندك كراس المال عنده يعلب قال يعني عنده مصاريف دوله، كيربح 1-400 درهم ولتـ 500 درهم طنهار، هذه ربح تتبعوا المصاريف كين اللي كراء، كين المحالة دابا واصلين ديال البقالة كيس منتمل 1-1000 درهم، 7-1000 درهم، 6-1000 درهم كين المصاريف ديال الدار عنده، كين المصايف؟ هذ 500 درهم إلا جيت يدلها السيلة ورقة، بطلقها أنت مازال بقي خاصة يعني انت داخل الفراص المال عندك، انت ركتك الفراص المال عندك، وانتوا ما جايبش خبار كتخلص الكرة، وتخلص الموت، وتخلص الخدام، يعني ودل المصرف ديال الدار، ديال الدراري، تغطية صحية يعني كين المصاريف؟ كين المصاريف؟ يعني ماشي نقولون البقال اللي كين يسمع البقال، كي يقول لك صافي راه ملحنت هذك كل فلوس عنده الملاير، عنده الملاير، راه كين المصاريف، الناس راه ما كتشوفش ديال المصاريف وليني اللهم لك الحمد، نبقوا متفائلين، ونقولوا بأنه راه هذ المهنة هذي معيش عائلات صافي ديال البقال اليوم، اللهم لك الحمد، كي يخلي واحد شوية ديال الربح دياله وياك دويتي على ليشارج، هذيك ديال البقال ديالك تك بيع جميع مواد الغدائية والمنظفات وذاك شي، كتخلصوا على شي حاجة في الدولة ولا لا؟ ضروري هذيك تبع الجماعة، الجماعة أي حاجة علقتها ديال بحالياً، أي حاجة علقتها، ولو براكا ديال الإشهر من شركة اكس، خصتك تخلص عليها هذيك الشركة اللي قلتك ديال الإشهر كتخلصك ولا لا؟ لا، ما كينش آه هي ما تخلصكش؟ ما كتخلصكش؟ شركة ديال التليفونة، ديال الرشارج تليفونة؟ ما كينش شركة اللي قتخلصك في الإشهر الحالوث؟ وعليش؟ هذي بقى نتمنى همنه لقدام، إن شاء الله يتطبق لهذه الشركات، يعني أي شركة تجولك البانو وقداش كتحطو لك، وكتخلص عليها إلا حاجة وحيدة وهو الشركة ديال التبغ، اللي قتخلصك في الفسميته ديال الداخل هذي قصة أوتوريزاولووو حدها، وخصة ماسوคนuela، هذي كالسيدي من ديوش على الإسحرا.. من غيرهاParى أنت تخلص كل شيء、 عندك الدريبة، عندك دريبة الدخل، عندك الدريبة النظافة، عندك الدريبة الإشهار وعندك دريبة ديال التراس، أنا كاملين هذي قم نتخلصنتي، كم يتبقى للجامعة، الأسباعك والعملاتية الله يحفظك، الله يحفظك أخي عالي ما سخيتش بك صراحة حلقة شيقة بزاف وفيها بزاف ديال المعلومات وأنا براسي السافت وما كونش عارف شي مفاهيم وضحتيهم ليا بغيت منك دبا ما تشوفش فييا أنا غدي تشوف في الجمهور ديالك في الجمهور اللي غدي تفرج فينا مغاربة، أراها مغاربة ومن غير مغاربة بلدان أخرين كيتفرجوا فينا كيف يفهموا اللغة العربية ديالنا شنو هو الميساج اللي بغيتك توصل أولاً، البقاء للناس اللي هما في المهنة ديالكم وشنو يمكنك توصل كميساج زوين وواضح لهذا الناس اللي غدي يبدو هاد المشروع هذا وشوف بغيتك تجبذ الموضوع من قلبك بالنسبة للنصيحة وبالنغة اللي بغيتي نصيحة اللي غدي نرصي بها الإخوان ديالنا كالتجار وكحرفيين ديال المغرب وهو خصوم يطوروا التجارة ديالهم يعني خصوم المقاولة يعني خصوم يتلحوا لهذا الشي ديال المقاولة يطوروا في التجارة ديالهم ربما كتشوفوا يعني الخطر اللي ضاير جنوبنا يعني التجارة خصوم المحل دياله يبقى يعني مقادو يولي يدير بحال السوبر مارشي يعني الكلين يخصو يدخل يتقدر راسو خاصو يعني النظافة خاصو يعني المحل دياله خاصو يبقى هو يمقابل ذاك الشي الراسو ما يخليش المساعدي المساعدين يعني ما يخليش لك الرباح وما غاديش يعني يطوروا في التجارة ديالهم وهو النصيحة اللي غنوصيهم وهو يطلوا في المحل ديالهم ويزيدوا يطوروا ديال العصران اللي ولد دبا وهذا هو النصيحة ديالي ييتمتنق إبقال إمازيغن إنه غلا نرس نتمنى إن شاء الله كله سفنغ نصائحة اللي يسنفكا باش تسرحن سالتجارة نسنون تجارة يعني أستقدم سالقدان ما يدلي ديوش كان يبقال هنشقى بزدف أخويا علي شكرا بزدف وخما فهمتش أدلخار بزدف غادي نتعلم إن شاء الله اللغة الأمازيغية الله يحفظك شكرا بزدف لأنك جيتي وشاركتي معنا وأنا اليوم فخور بناس بحالك وفخور بهذه المهنة هذه وفخور بالوطنية ديالنا بلادنا اللهم لك الحمد اللي عطيانا فرص عمال وفرص شغل وشكرا بزدف والله يسهل عليك والله يسهل على كل واحد أنه الخير في هذا العواشر هادي ولما من غير هذا العواشر هادي إن شاء الله بإذن الله والله يسهل على جميع المسلمين إن شاء الله باش يديروا مشاريع ديالهم ويتطوروا رأسهم بإذن الله شكرا بزدف خويا علي إخوان والشباب كنتمنى هاد الحلقة تكون عجباتكم بزاف ضيف الحلقة ديالنا زوين وشفتيه كيفش كيهضر بوحد الحرقة وكيفش هضر بوحد الفصاحة بوحد الإنوصانس دياله براءة ضيف سعالي دولي يعلى كيفش بدأ بمية وخمسين درهم وسمعته مية وخمسين درهم ولا عبو حدي سمعته مية وخمسين درهم في الشهر إخوان شحل من واحد فينا اليوم باغيها سهلة شحل من واحد اليوم باغيها باردة ما عمرها غتوصلك باردة ما عمرها غدي توصلك بهذيك السهولة اللي انتكت تخيلها وأي واحد فينا داز أنا كنجيبو ضيوف فهد البرنامج باش يوريونا ماشي الممتلكات ديالهم ولا يوريونا شنو عندهم ولا شنو كيكسبوه لا بغينا نعرفوهم كيفش بدأوا ومنين بدأوا سمعتوه انه جاء من واحد المنطقة وجاء عند عائلة الإخوان هناك تعرفو بعض المرات مخصناش نتقو بزاف وخدم بمية وخمسين درهم ومنين بغي يمشي العيد عبا 1500 درهم هذه عبرة ناخدوها وهذا درس دونك الله يجازيكم بخير وأنا كتعرفوني منصف تنبغيكم بزاف وتندوي بوحد الحرقة وتندوي عن حب لأي واحد بغي يدير واحد المشروع دياله ولا بغي يدير واحد شي حاجة عاجبة موضوع الحلقة كان هو تبقالت إلي عجباتكم الله يسخر ليكم إلي عندو شي واحد شي شوية الفلوس الله يسخر لي يديروا إلي ما عجبتكمش أول ما قديتيوش على هذا المشروع هذا ما زال جاي الخير وخليكم معايا على طول هذا رمضان إن شاء الله بإذن الله غادي نجيب لكم حريفية ومهنيين من كل المجالات تنبغيكم بزاف ما تنسوهاش ديروا لي لايك وابوني وكتبوا لي في الميساج رهن بيكم أنا باش غادي في هادي يوتيوب بيكم باش أنا كنحس براسي أنني كنعطيكم واحد واحد القيمة مضافة وكنتمنى أنني ما نكونش تقيل بزاف لفيديو ديالي وتنبغيكم بزاف نعود نقولها لكم والله يحفظكم وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله وبصحاف توركم اشتركوا في القناة